هذا وتشهد العلاقات بين مملكة البحرين وجمهورية المالديف تناميا على مختلف الأصعدة وذلك بفضل ما توليه قيادتا البلدين من اهتمام وحرص مشترك بما يخدم مصلحة البلدين وشعبين الصديقين وشهد البلدان العديد من الزيارات واللقاءات المتبادلة والتي تهدف إلى تعزيز هذه العلاقات وتطويرها في المجالات كافة تحظى العلاقات بين مملكة البحرين وجمهورية المالديف بدعم كبير من قبل قيادتي البلدين وتعتبر هذه العلاقات مؤسسة للعديد من أوجه التعاون المشترك لما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الصديقين في إطار حرص البلدين الصديقين على تنمية وتعزيز علاقاتهما الثنائية وتعد زيارة فخامة رئيس جمهورية المالديف محطة مهمة في توثيق عرى التعاون بين البلدين الصديقين لسيما في ظل المزايا الفريدة التي تتمتع بها كل من مملكة البحرين وجمهورية المالديف خاصة على الصعيد الاقتصادي والتي تجعل من توطيد التعاون بينهما أمرا إيجابيا من شأنه أن يعود بالخير والمنافع المشتركة على الشعبين الصديقين وجهدت علاقات البلدين العديد من التطورات على مختلف الأصعدة من خلال الزيارات واللقاءات المتبادلة بين المسؤولين في البلدين واتفاقيات التعاون المشترك بينهما إضافة إلى الدعم المتبادل في المحافل الإقليمية والدولية بما يحقق مصالحهما المشتركة إضافة لقيام العديد من المسؤولين من جمهورية المالديف بزيارة مملكة البحرين ومما لشك فيه أن زيارة فخامة رئيس جمهورية المالديف إلى المملكة ولقائه مع جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله تشكل منطلقا نحو تعزيز وتطوير علاقات البلدين الصديقين وتنمية أفاق التبادل التجاري بينهما الأمر الذي يفتح المزيد من المجالات التي تصب في صالح نهضة ونماء اقتصادهما وتعزيز روابط الصداقة والتعاون بينهما